بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل جلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إن الأمن والأمان نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا قال مولانا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصرها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذا أردنا أن نتتبع أسباب الأمن والأمان وفي أي شيء وبأي شيء نحصل الأمن والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى نراه أولا في الدعاء الأمن والأمان يكونان أولا بالدعاء والدعاء سلاح والدعاء عبادة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا دعا سيدنا إبراهيم لمكة أن تكون بلدا آمنا كبقية البلدان الآمنة ثم دعا دعاء آخر كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه في سورة إبراهيم عليه السلام قائلا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا يا ربنا جعلت مكة آمنا كبقية البلدان الآمنة أنعم عليها بأمن خاص يختلف عن أي أمن ولاحظ بلدا في سورة البقرة والبلدان في سورة إبراهيم عليه السلام إن الأمن والأمان يكونان بالدعاء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كما دعا سيدنا إبراهيم لمكة ومصر الآمنة بإذن الله سبحانه وتعالى بقول مولانا أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين آمنة مطمئنة بدعاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وآل بيت رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم كما حكي عن سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها قولها في دعائها يا أهل مصر نصرتمون نصركم الله آويتمون آواكم الله أعنتمون أعانكم الله أيضا الأمن والأمان يكونان بالقرآن بتلاوة القرآن لاحظ وأنت تقرأ القرآن تستشعر أمنا خاصا تستشعر سكينة خاصة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولاحظ أن هذه الآية في قلب سورة الرعد والرعد صيحة عظيمة وصوت عظيم أهلك الله به أمما وحضارات وكأن مولانا سبحانه وتعالى يريد أن يقول ولو كنت وسط المخاوف الرعد الأهوال المصائب البلاء والابتلاء بذكرك مولاك ستخرج منها سليما معافا آمنا مطمئنا وما اجتمع قوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نعم الأمن والأمان يكونان بالدعاء الأمن والأمان يكونان بقراءة القرآن ولاحظ أن هناك في القرآن آيات تسمى بآيات السكينة وهي ست آيات في القرآن قال الأئمة من قرأها وهو خائف وجل يشعر بإذن الله سبحانه وتعالى بالأمن والراحة والأمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعلى مصرنا على الدوام بالأمن والأمان والسلم والسلام والخير والإسلام بفضله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله